بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه التوكلت وعليه ونيب هنشوف تلات طرق مختلفة من دهانات أبواب خشم من المفترض أن التجمع زي كده إحنا ننزلها موسيقى زي ما إحنا متعودين ولكن طبعاً لما بنزل موسيقى بشوف في التعليقات يا عم إنت بتنزل موسيقى ليه عايزين نسمع شرح صوتك طب دلوقتي يا جماعة الفيديوهات دي موجودة داخل القناة وطبعاً إحنا بنجمعها وبنضغط كمان مساحة الفيديوهات بحس اللي عايز يشوف الفيديوهات أكتر أو لو في حاجة بإذن الله عدتهم الفيديوهات قبل كده هيبدأ يشوفها بإذن الله مع بعض في الفيديو ده فده كده بإذن الله ثلاث فيديوهات لدهانات أبواب فعلشان كده طبعاً إحنا بننفذ طلبات حضراتكم فياريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو لأن طبعاً الإعجاب بيرفع الفيديو وبيساعد في اتشار الفيديو وفي نفس الوقت بيشجعنا إن احنا ننزل المزيد من الفيديوهات طبعاً لو أول مرة تابعنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان قاطر يوصل لك كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها الأرضية اللي موجودة معنا ده دهان لامع أو نصف لامع لون بني فاتح أو لون عسلي طبعاً ده دهانات زيتية بعد كده هنبدأ نجيب دهان زيتي اللي هو دهانات اللاكيه أو دهانات سنتاتيك كل ما كانه لون مسمياته وهنبدأ نلونه لون بني مضاف إليه اسود عمل معنا الدرجة دي الدهان اشتغل معنا وزي الفل طبعاً احنا بنحفه كويس اشتغل معنا وتمام ماشي والله حسنا إن هو بينشف معنا بسرعة ممكن نضيف إليه جليز بنزود الجليز عشان يساعد معنا ومنشفش بسرعة طب لو افترضنا مفيش عندنا جليز في بعض الدول يقولوا الجليز ده مش عندنا خلاص تضيف إليه زيت كتان يبقى ان شاء الله كل الأمور متاح ولما نخفه بنخفه بمخفف مناسب لدهانات اللاكيه طبعاً الباب اللي موجود معنا احنا بنقول تلات أبواب كل باب هنقول في طريقتين مثلاً يبقى الباب ده في طريقتين الخارجي زي ما احنا شفنا طريقة بنبدأ نفرل ونخطط بأيدينا بيعمل معنا نفس شكل الصمرة الخارجية وبعد كده الدخلي دي طريقة تانية بنبدأ نمشي كده بأيدينا حلو الكلام وش واثنين وثلاثة ونزبط كده لغاية ما نحس إن الصمرة بقت شكلها مقبول من نفس الدهانة اللي موجود معنا وهنبدأ نعمل عملية تغبير بنسيب الشغل ينشف ممكن بقى لتاني يوم مش مشكلة وهنبدأ نمشي كده بأيدينا بيبدأ يعمل عملية تداخل وانسجام ما بين الصمرة الخارجية ولون الأرضية هيبدأ يزبط معنا الشغل أكتر أكننا كده استخدمنا مسدس رش كده بإذن الله جماعة الموضوع سهل جداً وبسيط وموجود كمان داخل القناة فيديوهات كتير كان فيها ما شاء الله يعني كان فيها شغل رش فطبع احنا كده بنعمل طريقة تانية للأسئلة اللي احنا بنشوفها احنا ما عنديناش مسدس رش نعمل ايه بعد كده احنا كده عملنا عملية تغبير بدون استخدام مسدس رش كده بسم الله ما شاء الله بيبدأ الشغل يظهر معنا ويبدأ يبان أكتر هنبدأ الداخل زي ما احنا شايفين ده لون اسود ممكن بقى ننفذ الفكرة دي على أي تفصيلة أبواب موجودة عندنا ممكن نستخدم من الطريقة الخارجية فقط أو الداخل فقط زي ما احنا عايزين بإذن الله هنبدأ نشوف طريقة تانية وطريقة تالتة داخل الفيديو فما تنساش تكمل معنا الفيديو للنهاية بحيث برضو نشوف مع بعض الطرق كامل الطريقة التانية بإذن الله اللي احنا نشوفها طبعا احنا بنقرب كمان على الطريقة الاولى على الشغل بنقرب الباب بنبعد بحيث نبدأ نشوف الشغل عامل ايه بالزبط كده يا جماعة شكل الباب بعد ما خلص ممكن ياخد ورنيش او لكر لامع او ممكن يتساب على كده كده بسم الله ما شاء الله في شكل من اشكال صمت الخشف بالطريقة دي نبدأ بقى بإذن الله في الطريقة التانية عايزين بقى نعمل شكل الباب اللي موجودة ازاي الباب مدهون دهان اسود مطفي هنقول مسلا دهان زيتي وممكن مبقاش اسود صافي صريح ليه عشان برضو ممكن في بعض الشركات او المطفي في في الغامق بيعمل عملية تجيير شوية فهنعمل ايه هنقول مسلا كيلو اه مطفي مضاف اليه ربع كيلو لامع هايبقى زي الفول هيبقى مطفي في نفس الوقت التجيير البسيطة اللي في المطفي الصريح مش هتباني بنبدأ نجيب دهان مائي في الضيم زي ما احنا شايفين كده ونبدأ نعصر القماشة كويس وهنبدأ بيدينا نخبط على الشغل من فوق لتحت هيبدأ يعمل معنا نفس النقشة ونفس التأثير بند وش واتنين هيعمل معنا نفس النقشة دي بسم الله ما شاء الله فكرة سهلة وبسطة جدا وعلى فكرة الفكرة دي احنا نفذناها بلكده في دكورات حوائط احنا باعزين نشوف في الابواب هيبقى شكلها عامل ازاي ده في الضي مائي طبعا المسمياته قطيفة هنقول متالك اه تشينتو خفنا كويس ممكن التخفيف هيوصل بنسبة واحد الى واحد بعد كده بإذن الله هنبدأ الدوائر الداخلية ديا اه عايزين نعملها استنسل بقى هنشوف مع بعض طبعا بسم الله ما شاء الله جماعة آآ الخارجي بقى جميل جدا يعني النقشة دي حلو هنمكن بقى ننفذ النقشة دي على فكرة في شغل حوائط في اي شغل تاني يعني تمام طيب دلوقتي احنا هنبدأ نجيب مجموعة كده من استنسلات اخترنا مثلا تلات اشكال مثلا او اربعة وهنبدأ ناخد من مشكل ديا بعض الرسومات ومعانا لون دهبي ولون الدهبي ده احنا استخدمناه من العبون مباشرة ما خفناهوش. ليه علشان خطر ما يحصلش اي تسييل داخل الرسم اللي موجود. كده بسم الله ما شاء الله بيبدأ يبان معانا ويبدأ يوضح وده جاء على فكرة دهبي مائي. قطيفة مسلا. طبعا كل مكان اللي هو مسمياته. الخطوط ديا طبعا لو احنا استخدمنا آآ هنقول دهب مباشر هيكشف معانا ومش هيغطي بسرعة. عملنا ايه? شوية بيج علوم كده نقطة بويا كده حاجة بسيطة. وعملنا الخطوط اللي موجودة ديا دهان مطفى طبعا. وبعد كده بعد ما نشف دهان عليه الدهان الدهبي المائي. ما شاء الله زي الفن. المرحلة التالتة او الفيديو رقم تلاتة طبعا نوع من انواع صمرت اللي خشب ولكن هي طريقة سهلة جدا جدا ممكن اي حد ينفزها بسهولة. ازاي زي ما احنا شايفين دهان لامع ارضيته. دهان لامع آآ آآ لون بيج فاتح ولون آآ هنقول لون عسلي. وهنبدأ ندهن الباب اللي معانا هنقول دهان جليز. لو ما فيش دهان جليز متلون لون غامق بني مضافة الاسود. احنا ممكن نجيب زي ما احنا اشتغلنا داخل الفيديو. دهان هنقول دهانات زيتية. دهان زيت. دهانات لك ايه? مضاف اليه زيت كتان. طبعا احنا الزيت المستخدم هنا قليل شوية. داخل الفيديو. احنا ممكن نزود شوية بحيس التخطيط يبان معانا اسرع. وبإذن الله ما نخططش كتير. احنا هنا في الفيديو خططنا كتير. لان طبعا الزيت كان قليل فعشان خاطر الشغل يظهر معانا اكتر. وطبعا بنخفه كويس. التخفيف يكون حلو. واقل كمية على الشغل بتكفي معانا. ما رمنا كمية كتير على الباب. فقال كمية هتزبط معانا. عشان خاطر ما تشيلش كتير. وانت شغال. طبعا احنا عملنا حوالي اربع خمس مرات. سواء بكاوتشت. سواء بسلك غسيل الاطباق او لفت غسيل الاطباق او سلك موعيد. اي حاجة منهم بازن الله. كده بسم الله ما شاء الله جماعة الشغل بعد ما بيخلص جميل جدا كده احنا معانا طرقتين. او اه شكل اناقول اه شكلين من اشكال تخطيط بصمر تخشب في شكل معانا اشكال القشرة بيبقى بالشكل ده بالزبط. بعد ما بينشف بنبدأ نعمل الداخلي. ممكن بقى يندهن ورنيش وممكن يتساب على كده. طبعا بقى ايه حضرتك لك حرية الاختيار لو عايز تنفز نفس الطريقة. طبعا بنبدأ نقرب على الشغل ونقرب على الباب ونشوف عامل ايه الشغل طبعا جماعة موجود داخل القناة. ما شاء الله فيديوهات تانية بطرق تانية مختلفة. مش على قد الطرق دي بس. فما تنساش تاخد جولة كده في القناة. بحيث برضو آآ نشوف كل جديد. على فكرة برضو احنا بعد ما الباب نشف احنا دهنا الباب ده. ولكن قبل قبل كده ما خدتش ورنيش. كده ده ورنيش زياتي. ورنيش زياتي. فطبعا بإذن الله موجود داخل القناة فيديوهات تانية للي حب يعرف سواء طرق ترخيم. يعني في موجود سمارات باشكال تانية مختلفة. مش كمان مش نفس الاشكال دي. في موجود كمان دهنات آآ ابواب دوكو. فبإذن الله هنسيب في اول تعليق رابط لقائمة تشغيل كاملة فيها جميع الفيديوهات داخل القناة. بعد كده هتفتح لقائمة تشغيل. حضرتك تضغط على في اي فيديو عايز تشوفه. هيظهر لك الفيديو وتبدأ تشوفه. فكده يا جماعة بسم الله ما شاء الله كده هي شغل حلو شغل جميل. برضو في آخر الفيديو هنلاقي آآ فيديو هين. اكتر فيديو موجود داخل القناة. والفيديوهات الحديثة ممكن برضو حضرتك تضغط على فيديو منهم. هتشوف بإذن الله آآ الفيديو الحديث اللي موجود داخل القناة. او مثلا الفيديو الاكسر آآ انتشارا او الاكسر مشاهدة. طبعا بنبدأ نقرب على الشغل ونبعد بحيس نبدأ يباني الشغل ونبعد.